هذا وقد سجلت وزارة الصحة في مملكة البحرين أكثر من خمسة ألاف متطوع ومتطوعة تقدموا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا كوفيد 19 غير النشط والتي تجرى حاليا بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات تمضي مملكة البحرين بثبات في تعزيز الجهود المحلية والعالمية لمكافحة فيروس كورونا والتوصل إلى لقاح مضاد ينهي هذه الجائحة تواصل المملكة اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا غير النشط وتحت شعار لأجل الإنسانية لبى المتطوعون في مملكة البحرين نداء الوطن بكل مسؤولية مجتمعية لإجراء الاختبارات وبعد فتح باب التطوع في أغسطس الماضي تجاوز عدد المتطوعين في التجارب السريرية أكثر من خمسة ألاف متطوع ومتطوعة شارك فيها العديد من كبار المسؤولين في مقدمتهم سمو ولي العهد حيث كان لمشاركة سموه أصداء واسعة محليا وأقليميا ودوليا وكانت دافعا للكثيرين للمبادرة بالتطوع في هذه التجارب الفريق الوطني الطبي تابع الوضع الصحي لجميع المتقدمين من المتطوعين بعد خضوعهم لأخذ اللقاح حيث يتم التقييم الصحي بعد الانضمام إلى التجارب السريرية بحسب البروتوكول المعتمد وتعد حاليا مملكة البحرين على مشارف المراحل الأخيرة من التجارب بعد أن نجحت في تنفيذ جميع الخطوات السابقة بنجاح تام منذ إدخال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة والتي تهدف إلى تطوير لقاح آمن وفعال يحمي المجتمع والإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر